دار الإفتاء المصرية قالت أن نشر الفضائح الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الانتقان والتشفي تعليقا أو مشاركة أو إعجابا إشعة للفحشة في المجتمع وهي جريمة حضر منها الحق سبحانه وتعالى أوضحت دار الإفتاء في فتوى جديدة لها أن الإسلام جعل إشعة الفحشة مساوية في الوزر اللي فعلها لعظم الضرر المترتب في الحالة وأن نشر الفضائح الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي بيتنافى كليا مع حتى الشرع الشريف على السطر والاستطار لأن أمور العباد الخاصة بيهم مبنية على السطر فلا يصح من أحد أن يكشف سطر الله عليه ولا على غيره نبهت دار الإفتاء إلى أن الشرع الشريف حثن على أنه من ابتلي بمعصية فعليه أن لا يخبر بها بل يسرها ويستغفر الله منها ويتوب إليه فإن فعلها ثم أسر بها إلى شخص آخر فلا يجوز لهذا الآخر أن يكشف سره ليشحر به ولا يجوز لمن استؤمن على شيء أن يكشفه لغيره ترجمة نانسي قنقر